السلام عليكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وفيديونا هاليوم يجب عليكم كامل هنيين ومتهنيين نصلي وعلى الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاوات والسلام ونبدأ فيديونا هاليوم اللي راح يكون متنوع حيكون فيه وصفات حلوة مالحة وثاني راح نشارك معكم حيله وتدبيره باش ننظفوا لسبابة البيض حشاكم وكرمكم الله باش ما يسفروناش مع الوقت الفطور على الصيف اكم تعرفوا بلي في الصيف قدما درنا نهار طوال يعني كل شي يخلص نصرتو مع الولاد صغر يعني الحاجة اللي نديروها للفطور قادر تبقى لنا القهوة العشية وقادر ما تبقى لناش وفطور اليوم وغدا اليوم من اقتراح الولاد واحد دومانة اللي يكخب الفطور واحد دومانة سوف نقللكم اجدوا من دلغة اكمالي قادراتوا معي بدت الفطور تعيب لكخب يعني نحن وجدتهم اتعرفوا بلي سهلين ما يديروش الوقت وما كاين اللي يحبوا الوقت كاين اللي يرتاح وكاين اللي هالي يتخلل طيبنا طيبة منها كما اشتو حكم درت عظمة درت معها رشات على الملح ودرت فنجال على زيت وربع كاس على الزيت درت زوج مغارف شوكولات على الحليب يعني تقدري تديري لها السكر عادي وتستغني على هذا البودرة شوكولات شوكولات بودرة الحليب يتخلطت لي المهم اذا مش متوفرة عندكم ديروا نورمال سكر برك ولا بغيتوها ثانية تزيدوا لها الكاكا وزيدوا لها الكاكا كاس مغارف شوكولات على الحليب رشة الملح وفاني كاس مغارف شوكولات على الحليب وكاس غير ربع ولا نقز صباح تعلف شوكولات على الفارينة هاكم شو تخلط كل شي مع بعضها يعني ما درتش حاجة بالحاجة بالحاجة وحكمت ميكسيت كل شي بالبراميكسر كما راكم تشوف وتقدري تديريها في البلندر ثاني ولي ما عندها ني هذا ني هذا ديريها في الربو اذا عندك ولا لا شوار يعني كل شي يصلح فيها هنا تحب تخليها تريح تياحورة شوفوا القوام شوفوا القوامتها اذا حبت تدخليها تريح تخليها تريح نص ساعة اذا شتي راح بلي عندك الوقت يا ربي تروحي اسمت خلطيها والدوري للدار تفرزيها تنظميها وتعودية تولي الفطور سينوت قدري تبدأي تخدمي ديراكت يعني تحطيها هي وجديد طابلات على الفطور الكيسان والحكاية هذوك وبعد رجعي طيبها وحطي ديراكت في الكرابيار كما شدوا كرابيار ولا مقلة لا تلسقش ما يهمش تكون كرابيار ندهنها شوية برك المرة اللولة بالزيت هي نورمال ما يمتل استقليش المقلة هذي انا دائما مرة اللولة نحبها باش نتفاضى بالبابي شويت ونضيلي شوية عزيت نشربه بشوية عزيت ونفوت على المقلع تاعي ولكرابيار تاعي ونفرغ الخليط تاعي كما كم شوفونا هنا نخليها تحمر اذا شتي بلي الخليط تاعك شوية عاقد شوية خافر احكمي نزديلو شوية الحليب هكا بشي يجيو كرابتاع وكارجا ويجيو مقرمشين يعني ماشيش خشينة يعني نحبت الكرابتاعك ماشيش خشينة وكالنحيها من المقلع تنضيليها شي كولا يعني انا هنا راح نضيليها غير الشوكولاتر تاني ما عنديش وش نضيليها الداخل اذا انت عندك بانان ولا فراز ولا لاناناس المهم مش حبي تديري مكسارات الداخل انت حرة تبغي تديري لها غير شي كولا وكاين حتى يحب تدير لها المعجون المهم راح تديريها حسب الاختيار تاعك الذوق تاعك وثاني وش ما توفر عندك في الكوزينة كما اشتو هنا يا بعد ما كنت نطيبها نحكم نضيليها بالشي كولا حتى نكملتهم على ضربة وكا راح نضيليها ديكور بسيط برك تزيين بسيط نحكم نضيليها خطوط بالشي كولا اللي قدرتها الداخل بعد شوكولاتر تاني ونضيليها شوية مكسارات عندي شوية عجوز هكا مرحي راح نضيليها كما قلت لكم انا مالفندي لها البانان مي كما كانش كتافيت هكا هي بالبانان جيتو حفا وسبحان مغير الاحوال كما قلت لكم كان بززف حويج كما ناكلهم مش خلاص وكي كي زوجت وكي يجب ثاني لولاد عدتنا حويجها نضيقهم وعدتنا كلهم تقبلهم بكري ما نتقبلش خلاص اللي كربية تحطوه في فمي جامي جامي ما نحملهم مش حشار سقربي وذركها سبحان الله نبغيهم ونبغيهم مغرب البانان هايا شوفوا يا سيدي الحوال كيفية تتبدل مع الحليب حاجة خفيف ضرعيف كما قلت لكم علاو كيفو نطي وشتيها يعني ما تسخني عليك الكوزينة ما تشعلي فور موالو وكي ماشتوه سرفيس رابيد لها ليه ما فيها لتعقيدات لوالو اسهل من هكا ما كانش وكي ما قلت لكم اللي حبت تخليها تريح هادي خليها تروبوزي غطيها خليها تروبوزي واللي لدارك افرزيها نظميها واللي ثاني كوزينتك وجدي طابلات على الفطور وجدي قهيوتك الحليب وكلش وروحي طيبهم الحبة اللي طيبها تدهنيها اللي طيبها اتعمريها تفارسيها لداخل باش بغيتيتيه وانتي لقيت روح كملتي وجدي فطورك عالسه ريح ثاني لا وقت لاوالو واللي تحب الضعف المقادير تقدري الضعفي يعني تديري نص سيطرة حليب بزوج بيضات انا هنا قدرت بيضة برك وكاس حليب كفاوني ووفاوني والكاس والعظمة هذو حكموا خرجوا لي ثمان حبات اللي بنا تراهم ثمان حبات الكرب اللي خرجوهم اللي يحسبوهم في الاخر اذا كتلقاهم ثمانية وربي ورحمتهم وشوفوا اللي بنادقوا نعطي لكم كيفاش يجي ورقاك شوفوا كيفاش يجي وتحفا تحفا قلت لكم اللي تحبهم ثاني مقرمشين بزاف تقدري تخليهم يتحمروا بزيادة في المقلة وكي تدهنيهم بشي كله ادهنيهم في المقلة منشيت نحيهم المقلة ومبعد تديري لهم شي كله خطرية تراوي تسمى من الاحسن انك تطبقيها على زوج تديري لها شوكولة ما تكثريش باش ما تتندلكش تبقى لكم مقرمشة شوفوا هنا انا نبغيها بين وبين تقرميشة على طرعوة ودركة رح نشارك معكم هذا الفكرة اللي تخص لحشاكم سبابط البيض اللي تشري سبط بيض لولدها والابنت اللي تسوفر نستحفظون كيف يمشي من الولاد صغر لا يعرفون يحاضروا يعني يمشي ويلعبوا يلعبوا حجرة يخبطوها يلعبوا بالبال ويلعبوا ببرة ثانية هذي زرزايح هذي حديقة لا تستطيع تحكمي فيهم ولا تجعلهم حويجهم منظف كما اشتو عندي الكونفرس تعويلي ذاتي الكونفرس معروف عليها اصلا يأتي من شغل من الجين قمش هذك اللي يرحل الجين نحكم فليكوتي هذو كتع الجلد هذا الجلد البيضة نحكم ندلها دونتيفريس هنا انا ما عنديش دونتيفريس بيضة يعني معجون اسنان اللي بيض هو اللي تستعمله الملون ايفيتيه انا كما نقولو للضرورة ما كمشتو كيف شره اللون تحم كل ما نقول كي نخرج نشري البيضة وننسى ايض الخطراء قلت ما ننسى نخدم به وخلاص نحكم ندل وكي ما شتو على هذك وين كان الجلد البيضة؟ كل هو ليس جلد البنات صلحوا لي في كومنتر المهم نحكم مفوت عليه ونحكم مليح مليح ببروسادة دائما يقدموا لي ببروسادة وننطيشهم نخبيهم ونحتاجهم كما نحنا فكتني هذك البروسادة المهم حاولي انك تبلي قبل الكونفيرس قبل ما تبدأ تدري له المعجون ودري له خاعلة المعجون دونتيفريس فوت كي ماشته حكيت مليح مليح بالدونتيفريس حكيته بصابون الحجرة اي سابون حجرة ليس شرط تكون نوعية معينة اي سابون حجرة سوف يخرج لك الحوايج بويض يشعله وشعله هذا مكان دونتيفريس وصابون الحجرة وتشوفوا كيف يخرجوا يشعله وين شاريته نحكم نحكم هذا القماش مليح مليح ونفوت عليه بالشيطة لا تدري بيكربونات لا تحتاج يعني كان يقول لك تدري بيكربونات ويخلوا تدريه وكل فكاير ولو شوفوا الجلدة ديروا لها المهم سلحول يعني نقول لكم الجلده انتم ما كون على بلكم على وهنا شوفوا ديجا الفرق او فاضح وبعين دونتيفريس لقماش ديروا له صابون الحجرة اي صابون مهم كما اقول لكم النوعية او معروف على صابون الحجرة يخرج الحوايج بويض بلا ما نهضروا هذا مكان شوفوا البنات بعد ما حكيتهم او معروف وبعدها تشلوا مليح وكيشيه سنشوفوا النتيجة مع بعض ونغسلوه مليح والشي هو اهنا يحبوا الماء انا ذركاء شلين مبقيت حت العين حتى نشوف الماء تكسفة اذا عندك بزاف سباب تبويض ثم عندك قده من سباب تاعك كما انا عندي سباطي عندي تاع زوجتاعي تقدري تلوحيهم في الماشينة انا ما عنديش بزاف وذركاء سنخرجهم يشيح خليتهم قطره شوية وبعدها خرجتهم للشمس بشيحوا لليها سينام تخليوا حويجكم ديما ديما في الشمس تعرفوا بالشمس قدمة مليحة تفزلنا الحويج يعني الالوان ترجعهم الوان باهضة والبيض ترجعوا صفر هذا كان يكثروا حويجنا ديما في الشمس ماشي كما ذركاء سنشيحهم هذا ما كان اوصل وقت الاغداء وقت الاغداء سنجد غدام تحيروش فيها تسخنة خاطرها ديما كانت نسمة ما عندي ما نحكي لكم نسمة ما نستعمل الولاد الكليماتيزار ما نشرعت يق يعني برود برود طال للاحد ما متقدريش تلبسي فيه سومن ما اوصل هيا في خضم هذه الاجواء الولاد بغاو العيش وانا اثاني كنت بغياته ومن كذبش عليكم حتى انا اعزوه اللي في راسي هيا قلت ندير عيش حكم نجيبت القديد الله الله رنخطوه في المسخون هكا بش يطلقوا في نفس الوقت نقصلوا هذك الملح اللي فيها تعرفوا القديد ولا الخليع مخدوم بالملح يعني هاو مغلف فربي بارك بالملح ورحت جيبت كيماشته الثوم والبصلة انا نستعمل الاراب مالقري عندي ربوات وكيماشته عندي لاشوار لاشوار عندي قدام من وعدامي نحب نخدم بالاراب قدامي واحدة تقولي هي علي ما ترحيش في الربو لا ما نبليش هكا نشتي ندير في الربو حكا في الارابوسعي ربيت البصلة الثوم الزيت بطبيعة الحل والزيبس الملح والرس الحانوت وفلفل عكري احنا نديروها كاين اللي يدير معها الفلفل المهم كل واحد كيفه شي ينصب كل واحد كيفه يضايب والحمص انا العيشي يا لبنات اللي هو البركوكس واللمحمصة كل واحد كيفه يسميها نحبها مليانة حمص شوفوا تقول اني نكون في الضبارة لازم كل مغرف بحبة حمص كل مغرف تعيش بحبة حمص زدت عليها هذك هذك القديد بعد ما شلتوا ليه هي شوفوا طاريختي مغيرها تماما على طاريخ تماما هذك قدرح كل شي بارد في بارد ستقلي ماء انا كما شتوح كيف تدرت قبل عادي اراح نقلي برمتي عادي قبل ما ندلها الماء ما ندلها جدا كيف ترابر كتار الماء اتعرفوا القديد ماشي كما الحم او الجاج او الى اللي يطلق الماء نقصت النار ويجعلها تتقلى شوية الجماع لي متحبش ريحة القديد ولا لي متحبش العيش اوه غير معنيين بالموضوع والاخوات اللي يحبوا خاصة القديد كاين حتى اللي يديروا به البربوشة نقولكم استسمح منكم حبيباتي جبت العيش كما شتو درت الكونتيتي اللي عيني ميزانية هنا ما كيلتش المهم درت تقريبا كاس المهم قيس ما يكفيني او الولاد فرقت هذا كلمة الزايد وسمع شغل نشله نحاولو كشماء وبراء ما ما تعرفوش وش فيه درت له شوية على الملح شوية برق ما كثرت تجريجه هو مدير بالملح وشوية على الزيت مزجت كل شمع بعضها وذركها رح نحطه يفور هنا البناته كان فرق بين العيش اللي مفتول باليد وبين العيش تعلوزين انا بصراحة نحب وش تعلوزين وماما دي ما تفتل العيش وتعطيناها كشوية كل واحدة تعطيها كشوية هذا الخطرة مريضة ربي شا فيها ان شاء الله ما عدت ما تقدرش تفتل دي ما كان بكري العيش دايما شتى صيف ربيع خريف دي ما ما تفتل العيش وتخليه ونحنا نموت على العيش يعني نحبوه عيلة كاملة ومنصبروش اللي مخليوش يدور عليه العام دي ما مسكينا تفتل دي ما تفتل ونحن نمرق ونقفل عليها كما اشتران اضغر الحمص والقديد هم اللي رح نقفل عليهم يحب شوية طياب يحب شوية الوقت في الطياب وثاني على حساب النوعية على الحم كاين الحم اللي يطيب وكاين الحم اللي يطول سنقفل عليهم ونخليهم يطيبوا مع بعضهم ونباعدها باش نزيد لهم الخضرات اللي رح نزيدها وكل واحد وش يزيد خضر نحن نشارك معاكم انا كيفاش نحضرها وكل واحدة كما قلت لكم كيفاش توجدها واش توجدها لانو كاين اللي ينبوع فيها الخضرات وكاين حتى اللي يديرها بالجاج حنا صراحة جميناها بالجاج نديرها غير بالقديد هنا بعد ما فار هي كاين يفبرها مرة كاين يفبر مرتين بعد ما فبرتها كما شدوا شوفوا هنا وكل حبة وحدها نشربها بشوية برقولوا نصف كاستا الماء هذا ما كان يعني انو ما نشارك منكثرة لها تقافي لساس لجاجة لساس تقفل عليها هذك القديدة رح تنقص شوية خليتها تشرب واجبت الباطاطا كما قلت لكم كاين اللي ينبوع فيها الخضرات احنا نديروا فيها باطاطا وحمص وفول هذا ما كان انا ما عنديش الفول ما رح ندير غير الباطاطا والحمص والقديد والباطاطا ملوحوها شمع اللول سمحتاني طيب هذا القديد والحمص والفول ايضة تحت بعدها خلاص باش نزيدوا لها الباطاطا والعيش نقصها كما شدوا ما تكون كبيرة ما تكون صغيرة وما نكثرش اذا شدوا تحبها هذا ما كان والعيش من اطباق الجزائرية التقليدية خاصة خاصة يتحط للنافسة يتحط للنافسة يدير لها الحليب كما يقول كما تقول جدتي ويحميلها كرشها يدير لها الحليب خطر فيه القديد والقديد معروف عليه انه يدير الحليب للمرأة النافسة وما من المعجنات يديروا حتى هما يعني ماشي كل شيء يعني ماشي كل شيء ما نطاحوش من اللي عجين حتى نخرشوا الضبارة ونقعدوا نشكيه المهم كما قلت لكم مليح بالزاف للنافسة والثاني فشتا فشتا وصرته يكون واحد مقريبة نزيدوا معه القنطس القنطس هذا يجي عوادة البناء يجي عوادة هكا شغول تشاهدوا يقولي هذا كشعود تع شجرة يابسة وهو اسمه قنطس يجي شوية يوزوز هكا في اللسان يرتح روعة روعة كين ثاني اللي يزيدوا معه الفرماس ولا الهرماس اللي هو هذا المشماش اليابس يزيدوه في العصص زدت معه جوه الفلفل وخليتها يطيب لي العيش البططة وتختار لي العصص وشوفوا معي البنات نزيدوا الناتجة هذا ما كان صابون حاجة يشعلوا شعيل لو كان مجاوز ما هذا الكلاس كرا تشريع لو كان قولوا عليهم جدد ملحانات روعة روعة ما تريد الجافل اي حاجة بيضة اي حاجة بيضة اي حاجة اي حاجة بيضة اي حاجة يصفر هذا ما كان غير ما يغرركم شو تقولوا باليراوين نظاف ولا كثرتوا به يصفر ويري الشيء وهذه العيش بعد ما وجدت كما تشوفوا العصص خاطر الله الله هل قديد طيب طيب زبدة به بالحمص البططة كما اشتدي انا قفلت عليها 1-10 دقائق وعاوت حلت على الكوكوطة باش لوحت هذا العيش وقبل ما نلوحوا العيش نحيو هذه الشحمة الغاوية صرتوا لك كانت هذه الشحمة طيئة وتتفتت تديلكم كارثة وهو ليك الغداء التعييره واجد المهم هنا مزيج بين الشتاء بين الصيف خلوطة اللي تحبها شاهدك في الجنة ورب يدوم النعم ويحفظها من الزوال إن شاء الله وإن شاء الله يكون عجبكم فيديونا اليوم بقالغة نقول لكم تهله في رواحكم ونتلقوا في فيديوه جاية إن شاء الله في أمان الله